الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة خليني نرجع للقاهرة وانتبع مع بعض موجز لأهم الأنباء المعلامية شكرا لكم منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذية لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة وعدد النأة الكبيرة من المسؤولين بالشركة وذلك في إطار افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا وأكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الأسكندرية الكبير قصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستعابية به بما يعزز من قدرته على دعم التجارة والتصدير والاستراد ويرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر ومشيدا بمناخ الأعمال في مصر ومؤكدا تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة المواني قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفث إن أقليم دارفور يتجه نحو كارثة إنسانية جديدة مطالبا العالم بالعمل على منعها وأضف جريفث أن الأزمة في السودان تسببت في نزوح 1.7 مليون شخص بالإضافة إلى نصف مليون لاجئ ومئات القتلى بسبب المعارك مشددا على استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد تأهد منحون دوليون في مؤتمر استضافه للتحدي الأوروبي في بروكسيل بتقديم 6.13 مليار دولار لمساعدة سوريا بعد أن فقم زلزال في فبراير من محنة الفقر وتشمل التعهدات 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده لدعم النازحين داخل سوريا والفرين إلى الدول المجاورة وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو في شكل منح منها 2.1 مليار من المفاوضية الأوروبية و1.7 مليار من حكومة الاتحاد الأوروبي أكد مساعد وزير الخزانات الأمريكية والي أدييمو أن إرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد 6 أشهر على بدء العمل بصقف الأسعار وفي ندوتنا في واشنطن قال أدييمو أن الإرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق على الرغم من أن روسيا تصدر حاليا المزيد من النفط الخام وكان تحالف يضم دول مجموعة السابع والاتحاد الأوروبي وإستراليا قد حدد في ديسمبر صقفا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولار للحد من إرادة موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا طلبت وزارة الخارجية الأمريكية كل من كوسوفو وسربيا باتخاذ خطوات ثورية لتهديئة التوتر من بينها الإفراج غير المشروط عن ثلاثة من رجال الشرطة من كوسوفو محتجزين في سربيا وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة للصحفيين نعتقد أن على كوسوفو وسربيا اتخاذ خطوات فورية لتهديئة التوتر وكان اعتقال رجال الشرطة الثلاثة قبل يومين الواقع الأحدث في سلسلات من التوترات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وسربيا مما أثار مخاوف من التجدد العنف بين الدولتين أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين محامية الحقوق المدنية نصرة شوردي بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة وصوت المجلس على تعيين شوردي المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحرية المدنية في إلينوي بأغلبية خمسين صوتا مقابل تسعة وأربعين وقضت شوردي وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنجلاديش قضت معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحرية المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومية ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022 ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز منطقة بالقرب من تونغا في جنوب المحيط الهادئ وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية تسونامي في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على السحل الغربي للولايات المتحدة أو كلومبيا البريطانية أو ألسكا في عقاب الزلزال من جانبه قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا اختتمت فعليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة وتلفزيون تحت شعار الفنون والثقافة تجمعنا بتونس وذلك بحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة التونسية والرئيسي وأعضاء اتحاد إذاعة الدول العربية ومجموعة كبيرة من ممثلي الهيئات والمؤسسات الإذاعية وتلفزيونية العربية والأجنبية وأزدل الستار على فعليات المهرجان بإسناد درع المهرجان للأمين العام لجامعة الدول العربية مع تكريم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفل الاختتام مشاهدين أنتهى موجز التساع ونعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل